الميتوكوندريا الميتوكوندريا هي أحد الأجزاء الهامة في تركيب الخلايا الحيوانية والنباتية والتي تقع في السيتوبلازم ويطلق عليها مصنع الطاقة فهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة التي يمكن استخدامها في باقي الخلية فهل تعلم ما هو تركيبها وكيف تتم عملية إنتاج الطاقة داخلها؟ شكل وتركيب الميتوكوندريا تختلف الميتوكوندريا في أعدادها داخل الخلية من نوع لآخر فهناك نوع من الخلايا البسيطة التي قد تحتوي على واحدة أو اثنين فقط من الميتوكوندريا كما تختلف أشكالها فقد تكون على شكل فقاعة مستديرة أو قضيب طويل أما عن تركيبها فتتميز بوجود غشاءين أحدهما خارجي وهو عبارة عن غشاء رقيق يضم العديد من بروتينات النقل التي تجعله يتميز بنفاذية المواد خلاله أما الثاني فهو الغشاء الداخلي ذو الشكل المجعد كثير الثانيات أو الطيات فيما يطلق عليها الأعراف والتي تساعد على زيادة مساحة سطح الغشاء الداخلي مما يزيد من فاعلية الميتوكوندريا للقيام بعملياتها الحيوية وذلك لأن الأعراف هي التي يتم عليها نقل الإلكترونات بخطوتين وهما الأولى سلسلة نقل الإلكترونات والتي تنتهي بتكوين جزيئات الماء وهو ماء الأيض والثانية الأكسادة الفوسفاتية والتي تنتهي بتكوين الطاقة على هيئة ATP كما تحط هذه الثانيات من داخل الغشاء بمجموعة من البروتينات والريبوسومات والحمض النووي وبداخل الميتوكوندريا يوجد السائل الحشوي والذي يتم فيه أغلب التفاعلات الكيميائية إنتاج الطاقة في الميتوكوندريا تقوم الميتوكوندريا بواسطة الإنزيمات الموجودة فيها باستخلاص الطاقة من المركبات المتواجدة في الخالية في شكل كربوهيدرات، بروتينات أو دهون وتخلطهم مع الأكسوجين وذلك لإنتاج جزيء الطاقة أو ما يطلق عليه آدينوسين ثلاثي الفوسفات ATP وهو المركب الرئيسي لتخزين الطاقة في الخالية وليست هذه هي الوظيفة الوحيدة التي تقوم بها الميتوكوندريا بل إن لها وظائف أخرى عديدة تتمثل فيما يلي تعتبر الميتوكوندريا هي المركز التنفسي في الخالية كونها غنية بالإنزيمات الضرورية لعملية التنفس الخلوي هذا بالإضافة إلى دورها في انقسام ونمو الخلايا وذلك لاحتوائها على DNA وريبوسومات الخاصة بها والتي تساعدها على الانقسام داخل السيتوبلازم بصورة مستقلة عن انقسام الخلية اشتركوا في القناة